ازايكم؟ عاملين ايه؟ مش عارف كام حد فيكم بيحب يقرأ روايات؟ اللي مش بيحب يقرأ روايات على الاقل اتفرج قبل كده على افلام افلام فيها دراما فيها رواية يعني واحنا بنقرأ رواية او انت بتتفرج على الفيلم عادة بيبقى فيه بطل البطل اللي هو في الفيلم ما تفعله فلوس كتير قوي ده بس لو انت حد محلل لو انت حد مدق قوي بقى في الفيلم ودخلت جوا الرواية وبعد فترة تقدر تقول انه واضح ان الرواية دي كانت بتقوم مش على اللي واخد فلوس كتير بس فيه شخصية تانية في الرواية فيه حد كده موجود في الرواية الحد ده هو بطل القصة الحقيقي الحد ده في الفيلم هو النجم الحقيقي ساعات بنعمل ده عن قصد يعني ساعات بنعمل ده وهو حقيقي بيبقى فيه واحد ملوش اي لازم ما واخد فلوس كتير وجايبين واحد تاني الواحد ده هو اللي شاي للفيلم وساعات بنعمل ده عن جهل بنعمله عن غير قصد فيبقى فيه فيلم مثلا او رواية وفيه حد الحد ده ملوش اي دور ملوش اي قيمة او قيمته او دوره قليلة جدا جدا بس تلاقي مثلا على الفيسبوك صفحة وفيها فنان صاعد مش عارف اسمه ايه هو بيعملش اي حاجة والناس داخلت تقوله ايه كنت رائع في العمل الفلان يا نجم وهو النجم ما عملش اي حاجة بس احنا خليناه نجم هو ما كانش بطل القصة بس احنا خليناه بطل القصة هو ما كانش بطل الرواية بس احنا خليناه بطل الرواية النهاردة انا هتقامل معاكم في آية مشهورة لنا هناخد الآية دي من زاوية اننا نشوف مين البطل الحقيقي اللي فيها هال البطل الحقيقي اللي فيها هو البطل اللي في الاغلب احنا مفكرينه البطل ولا البطل ده نفسه كان بيشهد ان فيه بطل تاني مختلف يمكن ما كانش اكتر حد احنا شايفينه لكن مش معنى ان احنا مش شايفينه بطل الرواية ان مش هو بطل الرواية ارى معاكم آية موجودة في مضمور واحد وخمسين عدد اتناشر خليناه نقف نقرأ كلمة الرب مع بعض مضمور واحد وخمسين العدد اتناشر تعالوا نكرر مع بعض لان هي جزء صغير احنا هنقول لغاية قبل الفصلة اول اربع كلمات بس هي اللي هنتأمل فيهم النهاردة بيقول داود بالروح القدس الكلمات دي ردة لبهجة خلاصك ردة لبهجة خلاصك انا عارف ان الصبح انتوا تأملتم في نفس النص وكلمتم اكتر على بهجة الخلاص المفقودة وايه الاسباب بتاعتها وازاي ترجحنا النهاردة ومش هناخد الآية من الوجهة دي او مش هنبص ليها من نفس الشكل لكن احنا بالليل هنتكلم على مين بطل الآية دي مين اكتر شخصية واضحة في الآية دي الآية دي تكتبت في مضمور واحد وخمسين المشهور المزمور اللي فيه واحدة من اكتر او اشهر الحوادث اللي مر بيها داود وهو انه زنة الملك الكبير اللي هو مش ملك بس اللي هو النبي اللي هو رجل الله اللي قلبه حسب قلب الله زنة و بعد ما زنة اعترف بخطيته تاب وقف قدام الرب وقال له الكلمات الكبيرة اللي احنا بنقراها في كل المزمور بيقول يا رب خسلني يا رب طهرني يا رب اخلق فيي قلب جديد ويجي عند العدد دا يقول له يا رب رضي لي بهجة خلاصك رضي يا رب لي بهجة خلاصك احيانا كتير واحنا بنتأمل في بعض القصص اللي منضمناها قصة زي دي بنبتدي العزة او التأمل بتاعنا يتحول ان انظرنا كلها تترفع ناحية داود بصوا كان حلو ازاي عرف لما يغلط يرجع يلا بينا نعمل زي داود زي ما غلط نرجع بس داود نفسه هو بيشهد في الآية دي في ثلاث اجزاء في الآية في ثلاث اجزاء في الكام كلمة اللي احنا قرناهم بيقول ان فيه بطل مختلف فيه بطل لقصة اعترافي فيه بطل لقصة توبتي فيه حد له لا انا مكنش هينفع فيه توبة ولا اعتراف ولا حتى خلاص هو شخص الله نفسه فيقول بولس ويعترف يقول داود ويعترف يقول رد لي بهجت خلاصك الخلاص بتاعك يا رب مش الخلاص بتاعي الكنيسة محتاجة كل مرة تيجي قدامي رب وتفتكره الرسالة البسيطة جدا 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 الرسالة اللي الناس تقول عليها انا رسالة عمية ملهاش قيمة كبيرة او احنا محتاجين كل مرة نتجمع نفكر بعض ونفكر نفسنا ان الخلاص هو خلاص الرب لو احنا فتحين المزمور هنلاقي هنلاقي داود بيتكلم بيقول في حاجات بتاعتي انا عملية الخلاص دي عملية التوبة اللي انا فيها انا اشتركت بحاجات ما نقدرش نلغي الجنم البشري لا انا اشتركت بحاجات اشتركت بايه من اول عدد واحد يقول معاصية اثمي خطيتي انا داخل في القصة دي انا داخل في الفيلم ده الرواية دي انا ليه فيها دور ايه دوري في الرواية دي؟ معاصي اسمه خطيه والله ليه دور يطهرني يخسلني يخفر لي داود اعمال يكتب في المزمور ويقول انه بطل القصة دي مش انا بطل قصة الخطيه يمكن كان انا بس بطل قصة الاعتراف وبطل قصة التوبة مش انا انا بجيله بخطيتي وبجيله بمعصية وبجيله باثمي وهو اللي بيطهر وهو اللي بيغير وهو اللي بيعمل الخلاص في الحقيقة فيه فيه قصة مختلفة للتوبة لان فيه اشكال مختلفة من التوبة فيه توبة مش بطلها هو الرب فيه توبة بطلها هو الشخص نفسه فيه توبة هدفها النهائي هو تمديد الشخص نفسه فيه ناس بتقدم توبة مش علشان ترجع لربنا ولا علشان تمجد ربنا لكن بتقدم توبة علشان يتصلح حاجة في حياتها فهي تبقى احسن فيه ناس عايزة تتغير علشانها هي ودي مش توبة اللي بتمجد ربنا ومش دي التوبة الحقيقية التوبة الحقيقية هي التوبة اللي بنرجع فيها المجد ربنا فيه حد عايش حياة وحشة ويتوب يرجع عندها علشان يقف على الممبر والأسيس يطلعوا يقولوا خد ميت كتكلم قول ايه اللي حصل فيقول انا كنت وحش وبقيت حلوة انا مكنتش عارف وقدرت انا مكنتش بعرف واكتهد انا 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 واحنا كلنا نبقى بصين ليه احنا عايزين نبقى شعبها مين زيك انت سوبر انت مفيش زيك دي مش توبة دي شكلها توبة ده مسلسل ولا فيلم ولا دراما مالوش اي لازمة مش بيقول مين هو البطل الحقيقي التوبة الحقيقية القصة الحقيقية الشخص اللي افتبته بيقول يا رب الخلاص ده خلاص بتاعك نشكر ربنا لاجل اننا في كنيسة عقيدتها لما بتتكلم عن الخلاص بتعرف تقول انه بتاع الرب نشكر ربنا اننا في كنيسة كمان محلية منبرها لما بيتكلم عن الخلاص بيقول كده بيقول انه الخلاص ده بتاع ربنا ربنا هو اللي عمله في الحقيقة الكتاب المقدس كله بيتكلم عن كده الكتاب المقدس بيتكلم كله على إن الخلاص مصدره ربنا وإن الإنسان في الحقيقة مشترك في القصة ليه دور في الرواية دي الإنسان مشترك في الفيلم ده بخطيته بس أفتح معاكم النص المشهور النص الموجود في أفاسوس إصحاح 2 بوليس يتكلم عن الخلاص خلاص الرب ردي ليه بهجة خلاصك خلاصك بتاعك أنت فمن أول إصحاح 2 يقول وأنتم إذ كنتم أمواتا بالزنوب والخطايا إنتم كنتم أموات بالزنوب والخطايا اللي جات لكم إزاي الزنوب والخطايا دي جات لكم إزاي يقول أكتر من مرة إنتم اللي سالكتم فيها إنتم أبناء المعصية اللي تصرفتم قبلا بالمعصية إنتم اللي عملتم مشيئات الجسد إنتم اللي كنتم بالطبيعة أبناء الغضب دوري في خلاص الرب هو ده دوري في خلاص الرب إن أنا عامل أعمل حاجات وحشة 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 أعمال أعمل خطيئة عمال اعمل خطيئة. مين ده؟ احنا عشان احنا وحشرين؟ لا ده الكل. ده اللي بوليس بيقوله في رومية ثلاثة. الجميع زاغه وفسده. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. ليه عمال يعرض الكلام ده بوليس في رومية ثلاثة? علشان يجي في اخر رومية ثلاثة يقول لكي يستد كل لسان. مفيش حد مفيش حد يجي ربنا ويقوله الخلاص بتاعك ده انا كان ليه يدور فيه. احنا ككنيسة ساعات بنعلم ده. بس احنا محتاجين كمان ناخده بروح اتضاع وبروح شكر قدام ربنا. احنا يا شعب ربنا اقدس واحد فينا موجود هنا. اكتر حد فينا بيسبل عينيه وبينزل زيت. اكتر حد فينا كويس موجود هنا. دوره فقط في الخلاص انه كان بيعمل خطيئة. احنا اللي عوجنا الطريق. احنا اللي لما كان مش بس بعد ما عملنا الخطيئة بقى. بعد ما عملنا الخطيئة اعترفنا وجرينا. وقوله ربنا احنا عايزينك؟ احنا الكتاب بيقول عننا اننا ملنا كل واحد الى طريقه. احنا اللي كنا بنصرخ في وجه الرب القدوس اللي عايز يعطينا خلاص. كنا بنصرخ في وجهه ونقوله يا رب عايزينك. صح؟ كناش بنقوله كده. فاكرين كنا بنقوله ايه؟ ابعد عننا. ابعد عننا. يا اخي ده انت لو قلتها لواحد صاحبك هيقولك ابعد عنك يا سيدي. ابعد عنك وانا اخد منك ايه؟ كنا بنقول للرب ابعد عننا وبمعرفة طرقك لا مصر امه للخلاص جي ازاي؟ امه ليه داود واقف حتى في وقت خطيته بيعترف وبيقوله يا رب رد ليه بهجت خلاصك الخلاص بتاعك جي ازاي خلاصك؟ بوليس قال في قفاسوس واحد بوليس بيتكلم في قفاسوس واحد عن عقيدة مش الناس لما تسمعها تنفر منها وتقولك اه دي حاجة بتاع التكبر احنا كل مرة بنعلم فيها ان الله اختار للخلاص بمحد ارطه بكامل سلطانه احنا بنقول ان الله اعطى نعمة ان الله اعطى نعمة لناس ما تستحقهاش كل واحد فينا موجود النهاردة في الكنيسة كل واحد فينا كان بيتعزى على ترانيم جناب الشيخ كل واحد فينا كان قاعد رافع قلبه ربنا انت عملت كده عشان الله اختارك علشان دورك في الخلاص فقط كان الخطيئة ورب عمل ايه؟ لمسك بنعمة ففي قفسوس واحد الله يخلي بوليس يكتب الكلمات الجميلة دي مبارك الله الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم عقيدة مليانة عزية مبارك الله الذي اختارنا في المسيح من قبل تأسيس العالم ليه لنكون خدسين ويكمل يقول ازاي حصل لنا الخلاص احنا محتاجين نفتكر ايه النهاردة واحنا بنتكلم عن رد ليه بهجة خلاصك احنا محتاجين نفتكر ازاي الخلاص حصل لنا حسب مصرة مشيئة الرب الرب شاور عليك حسب رأيي لمتح مجد نعمته حسب رأيي مشيئته الرب عمل كده الرب في اكتر اكتر اوقات كان اكتاب يقول علينا ونحن بعد خطاء ايه اللي عملوا ربنا تمسنا بنعمته مات المسيح لاجلنا حيثما كاثرت الخطيئة مش حيثما كاثرت البر مش حيثما كاثر حتى التعادل وما كانش فينا حاجة اكتر وقت احنا كنا في خطاء ايه اللي ربنا عمله ازدادت النعمة جدا ازدادت النعمة جدا داود بيصلي داود بيقول بيقول الكلمات دي بيقول يا جماعة هذا الخلاص يا رب رد لي بهجت خلاصك اللي أنت من الأساس عطيهولي مش باع شوية لما نتكلم إنه بيقول ربنا أنت اللي ترده لي هو بيقوله أنت اللي ترده لي لأنه هو من الأساس اللي اعطيه الله هو اللي أعطانا الخلاص عش كده يكمل بولس بعد ما بيقول طب ده أنتم كنتوا أمواتا وسلكتم وعملتم يقول لكن الله أقامنا وأحيانا في المسيح ويقول الآية اللي كلنا ويمكن أي مسيحي إنجيلي حتى لو مش بيعترف ومش بيقول إنه فعلاً الله اخترنا هو حافظ الآية دي بس مش عارف ممكن يكون بيفسرها إزاي بيقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد لما الله يتكلمنا عن إنه بيدينا الخلاص بالمجان لما الله يتكلمنا وبيقول إنه بيخترنا في المسيح بالمجان بيخترنا لأنه حسب ما شئته اخترنا للخلاص عارفين بيقولنا كده ليه لكي لا يفتخر أحد لسه جناب الشيخ كان بيقرأ في المزمور وهو بيقول الكلمات الجميلة دي بيقول لأنه الخلاص مش بكثرة المركبات الخلاص مش بالفرس مش بالفرس اللي احنا بنعده الخلاص بتاع ربنا بيجي إزاي بيجي من عنده الله دبر لشعبه الخلاص دبر لمين في شعبه الخلاص لنا احنا احنا مين احنا لازم نعترف إن احنا أسوأ ناس احنا لازم نعترف إنه يوم ما الرب اخترنا للخلاص أكتر ناس قريبين مننا كانوا لازم يرفضونا احنا لازم كل مرة نيجي فيها قدام الرب نفتكر كده نفتكر إنه ربنا ما بصش علينا ولقى ناس كويسين لقى ناس جمال قال أنا أحب إن دول يكونوا من شعبي علشان دول الصفوة ربنا نظر لقى ناس مصدرة وغير موجودين ربنا نظر لقى قلوب شريرة لقى قلوب بتحب نفسها ربنا نظر لقى ناس يقول إنه كل تصور قلوبهم إنما هو شرير كل يوم بسعمل نعمة واخترنا فيه علشان كده خلاص الرب اللي داود النهاردة بيقوله رب يردهولي مرة تانية هو خلاص مصدره الله نفسه وده الخلاص اللي إحنا محتاجين له يعشش في قلوبنا ويعزينا هو الخلاص اللي الرب عمله داود يقول في مزمور 51 يقوله الخلاص بتاعك بس يتكلم كمان عن بهجة الخلاص فيقوله لأنه لأنه الخلاص بتاعك ردوا لي علشان أنا عايز بهجة هذا الخلاص بطل المشهد في الخلاص هو الله طيب بطل بهجة الخلاص إيه إيه الحاجة اللي دخلينا سعدة كتاب وهو بيتكلم من أول فصول اللي فيها في تكوين 3 لما دخلت الخطوية يقول لينا أن الخطوية وحشة جدا 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 فمن أول حاجة يقول لنا أن الخطوية فيها عري يقول لنا بعد كده النعار شعوب الخطيئة يقول لنا ان الخطيئة فيها ظلمة يقول لنا ان الخطيئة موت يقول لنا ان الخطيئة برس يقول لنا ان الخطيئة خطيئة جدا 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 الخطيئة مفيهاش فرح الخطيئة مفيهاش سعادة الخطيئة مفيهاش حلاوة اما الخطيئة مالها الخطيئة اكتر حاجة شنيعة احنا ينفع نتعامل معاها عايزين تعرفوا ده كويس داود ايه لي خليه يعرف ده عايزين تعرفوا ان الخطيئة حاجة شنيعة جدا جدا جدا. روح قدم زبيحة. عشان وانت بتقدم زبيحة تشوف قد ايه الخطيئة سيئة خاطئة جدا. تشوف حيوان بريء اللي الطبيعي الناس بتاخده بتحطه على رجليها حمل والطبطب على راسه وتلعب في شعره. تشوف اهو بيحصل في ايه? بيتدبح. بيتسلخ. بيتحرق بالنار. تشوف الدم وتشم ريحة الدم. عشان تعرف ان الخطيئة مالها. الخطيئة وحشة. الخطيئة ما فيهاش مصدر سعادة. احنا كل يوم برضو محتاجين نفتكر ده محتاجين نفتكر حتى لو احنا كبار. حتى لو احنا اخوة في الكنيسة مش مش شباب صغيرين. حتى لو احنا بنقف على المنبر ده. حتى لو احنا قسوس حتى لو احنا شيوخ. احنا محتاجين نفتكر ان الخطيئة وحشة. الخطيئة مش كويسة. اللي ابليس عايز يقوله لنا ان الخطيئة فيها سعادة. ان الخطيئة فيها تمتع. ان الخطيئة فيها فرح. ان الخطيئة فيها حاجات يتخلينا مبسوطين يا ملك يا نبي يا عبد ربنا يا مؤمن اطلع على السطح واعمل ايه بص ولما تبص ازني ولما تزني تقتل ليه لان اللحظات بتاعة الزنا مليانة سعادة لان اللحظات بتاعة القتل مليانة سعادة بس الاختبر الزنا كان عارف ان البهجة مش هنا كان عارف ان البهجة مطرحة مكان تاني واحنا كمؤمنين واحنا لسه في الجسد واحنا لسه كل يوم بنقع وبنقوم ودي حاجة بتحصل لنا احنا محتاجين نفتكر كل يوم واحنا بنقع ان في مصدر للسعادة انه اللي احنا عملناه ده مش هو كان سعادتنا ان الخطيئة دي مش هي سعادتنا لأ بالعكس في مصدر تاني للسعادة على فكرة داود مش بس مش بس شاف ان الخطيئة مش مصدر سعادة دا داووش شاف ان في حاجات تانية مش مصدر سعادة فكلين داود يقول ايه للرب يقوله يا رب بخلاصك كيف لا ابتهجه جدا بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا الملك لما بيعمل خطيئة بيقول لا مش هي دي فيها السعادة طب لما يبقى قاعد على قصره طب لما يبقى قاعد في الملك بتاعه طب لما يعمل حروب يقوله مش هو دا مصدر الفرح مش هو دا مصدر فرح المؤمنين على فكرة فرحنا مش الظروف فرحنا مش بس احنا مش بنفرح في الخطيئة بس بنفرح بالبركات أو بنفرح بالفلوس أو بنفرح بالمكانة مش ده فرح المؤمن الحقيقي بخلاصة كيف لا يبتهج جدا عارفين ده كان عنده ايه اللي بيقول بخلاصة كيف لا يبتهج جدا ده كان عنده أسور كان كل يوم ابني قصر يعني ملك كان عنده أسور وبيقول انه مش ده مش ده مصدر خلاصنا مش ده مصدر فرحنا اللي عنده الأسور واللي عنده الأموال بيقول مش هي دي مش كده في العهد الجديد يجي وقت الكنيسة تضطهد فيه جدا 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 فواحد يمسك وراء وقلم ويكتب خطاب بوترس يكتب خطاب يبعته لكنيسة عندك اتهاد عندك أمر دلوقتي تعبك في حياتك عندك مشكلة لازم أنت عارف أن هي مشكلة كبيرة وهي حقيقة مشكلة كبيرة مش عندك ودنة مثلا في صبعك في واجعك لا عندك حاجة كبيرة وانت تعبان منها اسمع كلام الروح القدس اللي بيقوله البوترس بوترس كتب الكلمات دي لكنيسة كان يروم بيقتلها وقال قول الكنيسة قول الكنيسة كده أنتم الذين بقوة الله محروسون أنتوا اللي بقوة ربنا محروسون محروسون ايه جسادنا محروس لا خلصنا محروس افرحوا علشان يا شعب ربنا مفيش أي حاجة بتحصل في حياتنا هتأثر على خلصنا مفيش أي حاجة لا فلوس ولا قوات ولا حكومات ولا أي ظلم اجتماعي ولا أي رئاسة مفيش حاجة هتأثر على خلصنا أنتم الذين بقوة الله محروسون لخلاص مستعد أن يعلم في الزمان الأخير ايه خلينا فرحانين ده اش كده يكمل بوترس فاكرين ويقول ايه لأجل ذلك أنتم تبتهجون وانتم بتمروا بتجارب متنوعة احنا كمؤمنين في الوقت اللي فيه البهجة ما بقيتش موجودة في الوقت اللي فيه الفرح ما بقاش موجود في الوقت ايا كانت ايه سبب ان البهجة والفرح مش موجودين احنا محتاجين نفتكر ان لينا فرح يا شعب ربنا لينا فرح موجود في التلزس بالرب حتى لو احنا نسينا ده حتى لو في وسط المشاكل نسينا نقعد قدام ونقول لها رب انت فرحنا رب انت فرحنا الحقيقة حتى لو في وسط الظروف بننسى نقعد قدامه ونفتح كلمته اللي بتفرح القلب ونقعد فتحزينا في لقى عشرة بصوا المؤمن الخطيئة ما تفرحوش الملك ما يفرحوش بس فيه بقى حاجة أعلى مفروض دي تفرحنا يروحوا يجرو في لقى عشرة رب يسوح يقولوا يا رب باسمك خضعت لينا الشياطين هو ده اللي يفرح هو ده مصدر فرحنا يقول لهم حتى مش هو ده مصدر فرحكم المؤمن ما يفرحش في الخطيئة مش هي دي فرح وبالعكس دي مصدر تعاسى المؤمن مش أعلى حاجة في فرحنا هو الظروف والفلوس ولا حتى المواهب والاستخدام أكتر حاجة تفرحنا إن أسماءنا كتبت في سفر الحياة ده كلام يا شعب ربنا بجد ده كلام يعني ده كلام بس بنفتكره ولا احنا فعلا كل يوم بنقف كده ناخد نفس كبير ونقول له رب حقيقي احنا أكتر حاجة مفرحانا إن أسماءنا كتبت في سفر الحياة نهارا معاكم المزمور الشيخ عادل أراه مزمور 32 مزمور 32 داود بيكتبه في نفس الوقت داود بيكتبه في الوقت بتاع بعد ما كتب غالباً بعد ما كتب على طول مزمور 51 في الوقت بتاع الخطية اللي بيقول فيها رب رد لي بهجت خلاصي وبيقول كلام جميل قوي بصوا بيبتدي المزمور يقول له ايه توبة للذي غفر اسمه وسطرت خطيته توبة لرجل لا يحسب له الرب خطية احنا لازم نفرح النهارده احنا لازم نفرح كل مرة احنا لازم نفرح كل يوم لازم نفرح كل يوم حد لأن الكلام دا بيتقال علينا توبة ليك لأنه لا يحسب لك الرب خطية طوبى ليك لأن خطايات قد غفرت إيه اللي ربناك كان بيقوله لرجل الأسرة وبيقوله إيه عمل ده مع عيالك فاكرين في تسنية ستة كان يقوله امسك وقعد كلمه كل يوم عن إيه وقعد كلمه عن قصة الخلاص هو إحنا ما عندناش بقى شغلانة تانية يعني أنا ما عنديش في حياتي أكلمهم عن حاجة تانية إنت ما عندكش حاجة أهم ولا أسعد من دي إحنا ككنيسة ما عندناش حاجة تفرحنا إحنا كمؤمنين ما عندناش بهجة أكتر من إن الله غفر خطايانا الله في المسيح صالحنا لنفسه عمل أكتر حاجة ما نقدرش نعملها لا فلوس ولا قيمة ولا مكانة اجتماعية ولا أعمال كانت تقدر تعمل ده الله صالحنا لنفسه عارفين عارفين لو النهاردة فيه شخص في وسطينا عنده كانسر ورب شفاه هنقعد تتزقف لما قدنا تتقطع عارفين إحنا محتاجين إن إحنا نفتكر إنه لا تفرحوا بذلك تفرحوا بالحرية أن أسماءكم كتبت في سفر الحياة أنت محتاج تخبط على قلبك دلوقتي حتى لو مش بإيدك لكن تقول لنفسك أنا فرحان إنه الرب لا يحسب ليه خطيئة وفي الحقيقة إنه الله بيقول للشخص المؤمن الله بيقول لنا النهاردة إنه ظروة فرحنا حتى مش في الحدث ظروة فرحنا مش بس إننا خلصنا يعني ما بقاش علينا خطيئة وربها يودينا السماء في الحقيقة الكتاب بيقول إنه ظروة الفرح هو الاتحاد بشخص الله نفسه هو إن إحنا بقين أولاد ليه وإنه بقى قريب مننا فاكرين كل قصة الأناجيل بتحكي في قصة كان من البداية يقول لك في نجم ظاهر المجوس شفوه فلما المجوس رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا النجم هو مصدر الفرح لما شافوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا وبعدها الرعاة يقف الملاك ويبشرهم يقول لهم إيه على الأرض السلام وبالناس الفرح بالناس المصرة وبعدها يكمل ويقول إن المسيح في الأواخر يدخل على العلية فالتلاميذ يشوفوه ويقول إيه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب وينجي اللقاء يكمل لآخر خطوة آخر خطوة في آخر أعداد في اللقاء يقول إنه المسيح في الآخر ظهر لهم وبركهم وهو صاعد سجدوا لي ومضوا فرحين ومضوا فريحين أعظم فرح لينا هو فرح اتحادنا بشخص الله أعظم حاجة تفرحنا في الدنيا هو أن لينا ربنا بحب قوي أفتكر أنا يعني وأنا صغير كنت مترابي في كنيسة فيها جماعة صعيدة كتير كده كنت بحضر معاهم يوم الحد وكنيسة من اللي بتسجف بالكف والحاجات دي عارفينها الحاجات دي فكنت بحضر دايما الترنيمة الجميلة 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 اللي دايما بفتكرها اللي بتكلم على المؤمنين اللي بتقول إنه لو واحد فيهم متوظف ولا عنده فدنطين الناس بيقولوا ليه أنتوا فرحنين ده لو واحد فيكم متوظف ولا عنده فدنطين بس إحنا فرحنين إحنا فرحنين مش على شام متوظفين ولا عندنا فدنطين يمكن يكون عندك واحد ولا اتنين ربنا يبارك لك فيهم بس حتى حد هنا بيلم دريب بس حتى حتى لو ما عندكش ده لينا مصدر تاني للفرح مصدر الفرح ده هو شخص المسيح نفسه هو خلصنا اللي عمله هو اتحادنا وقربنا به هو الاتحاد اللي خلى مؤمني العهد القديم فأكتر أوقات فيها مصاعب فأكتر أوقات فيها ضيق فأكتر أوقات بيعيطه فيها فاكرين الرجل اللي كان بيعيط كان بيعيط وعمال يكتب حاجة وهو بيعيط وهو بيعيط وبيكتب رح كتب ايه نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي أرمية بيكتب مرثاة بيكتب حاجة وهو بيبكي على المدينة لكن كان عارف ان نصيبه الحقيقي فرحه الحقيقي هو ربنا نصيبنا الحقيقي يا شعب ربنا الذي لا ينزع مننا هو شخص الله هو المسيح نفسه ساعات لو فينا مثلا شباب وحد بيفكر في ارتباط وبعد ما ترتبط بولد بنت ترتبط بولد أو العكس ويحصل انهم ما يتملوش ساعات كثير بنحس انه أعظم حاجة في حياتنا الحد اللي احنا كنا بنحبه جدا وبنتمناه ما بقاش موجود او لو ده حصل كمان بعد الجواز وحصل انه فيه اشخاص حد فيهم انتقل وما بقاش موجود في الحقيقة احنا لينا نصيب محدش يقدر ينزعوا مننا معانا طول الرحلة ومعانا كل يوم فرحنا ثابت فيه لانه مهما كان عارفين لو جاهم وصلت بالناس انهم يجوا يموتونا زي ما بيقول في رمية 8 ونجحهم في انهم يفصلوا الراسة عن الجسد مش هيفصلوا محبتنا وفرحنا اللي موجود في المسيح يقول الكلمات دي داود يقول انه بطل الخلاص هو الله وبطل الفرحة والبهجة مش الخطيئة لكن الله في المسيح نفسه عش كده يقول الجزء الاساسي اللي انتوا اكيد تكلمته عليه الصبح اللي هو هدف الاية فيقول له عشان كده رب رد ليه هذه البهجة ردها ليه مين مسؤول انه يردها مين مسؤول انه يقول رد ليه بهجة الخلاص مين مسؤول انه يعمل هذا للسرداد الله الله هو المسؤول فاكرين داود نفسه يقول الكلمات دي في مزمور 23 يقول ايه يقول على الله يرد يرد نفسي ويهديني ويقول في مزمور 19 هو بيتكلم عن كلمة الله يقول ان يوموس الرب كامل يعمل ايه يرد النفس ايه اللي بيردنا ايه اللي بيخلينا نبعد في اكتر الاوقات احنا فيها بعاد على فكرة المعدلة والعملية ما تتصقش ما تمشيش لو قلنا ان الخلاص خلاص الرب بس لما بنبعد بيقول لنا ها بقى يلا انا مستني وريني جدعانتك ارجع لي لو احنا في الحقيقة الله ما عطناش نعمة مش هينفع نرجع له ارمية يقف يقول ايه الرب يخبط كرة على قلب يقول له يا رب يا رب توبني يا رب فأتوب اديني نعمة اني اتوب يا رب اديني نعمة اني ارجع ليك وده اللي عرفه الراجل الشاتر ده ده اللي عرفه داود موقفش قال له انت عملتها معي وانا الصراحة محرج منك يعني انا هفضل طول عمري اخد منك وانا اللي ما اعملش حاجة يعني انت عطتني التبرير وعطتني الخلاص سيب لي بقى موضوع الاسترداد ده لما بعد انا هاعرف اجيلك ده الله يقول في المزمور اللي قرناه اللي الشيخ قرى من شوية اللي كان فيه برضو الرجوع يقول ان الله بيقول لشعب اعلمك وارشدك انا الي هوريك الطريق اللي انت هتسلكها لان احنا في החقيقة حتى بعد الايمان احنا غنماية ما تعرفش ترجع للطريق احنا دايما محتاجين الرب انهONY جزبنا زي ما جذبنا زي ما جذبنا الى الااب زي ما المسيح شدنا الى الااب وخترنا للخلاص لما بنبعد عنه لما بنبعد عنه هو اللي بيرجعنا هو اللي بيردنا هو اللي بيقولنا تعالوا مرة تانية هو اللي بيقول لنا أنا مش عايزكوا بعيد بكل أمانة وأظن ان ده اختبار كل حد فينا فكل مرة بعدنا فيها عن ربنا واحنا مؤمنين واحنا خدام كبار لو كانت ساب أمر ان احنا نرجع لنا تاني احنا كنا زمانا النهاردة ملاحدة كنا زمانا سبنا الإيمان بالكامل أمه لإيه اللي خلينا نرجع مرة تانية اللي خلينا نرجع مرة تانية ان ربنا بيعمل إيه بيتعامل معنا بيتعامل معنا بالإيه برضو بالنعمة الله يردنا لي بالنعمة لما نقف كده زي داود نقول له يا رب احنا مش عارفين نعملها يا رب رد لي رد لي هذه البهجة مرة تانية ربنا يعمل إيه يقول لي انت ما بتعرفش تعملها انت أعلنت عجزك انت مش عارف ترجع لي تاني طب أنا هردك ليا مرة تانية أنا هشدك مرة تانية علشان ترجع ليا وعلشان تكمل معايا الطريق في حياتنا وإحنا بنعيش في حياتنا الروحية ممكن يكون فينا ناس كتير دلوقتي عندهم الجزء دا عندهم عندهم جزء محتاجين نقول فيه ربنا يا رب رد لي بهجة خلاصي عندنا جزء انطفى عندنا محبة أولى ما بقتش موجودة عندنا حاجات كانت موجودة أول أيام خلاصنا النهاردة بقينا نقول عليها أحلام بقينا نقول يا ياميني رجعها تاني ميني رجعني أيام ما كنتش بفوت اجتماع ميني رجعني أيام فاكرين أيام ما كان عندنا كتاب مؤدس متخطط فيه فاكرين أيام ما كنا بنلون على الأيات حفظناها ولا اعتدناها ولا بقينا أكبر من أننا نعمل كده ميني رجعني الأيام الشوق الحقيقي ليك أيام ما كنت بستنى يوم الحد عشان يجي أعود مع المؤمنين أيام ما كنت أنا اللي بشجع الناس أقول لهم من فضلكم تعملوا لنا اجتماع صالة عشان عايزين نصلي مين يعمل ده طريقة من الطرق اللي ما بتخليش ده يحصل طريقة من الطرق اللي ما بتخليش ده يحصل لما بنقرر إن أنا اللي هعمل ده أنا ما بقيتش موجود بس خلاص من الوقت الجاي أنا هعرف أعمل ده وربنا عمره ما هيرضى أن الأواني الخزافية تتكبر عليه لما نقول له إحنا بنعرف نعملها يقول لك وريني تعملها إزاي لوحدك لكن إنتوا بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء مش عارف كم واحد فينا في شمعة من الشمعات بتاعته بتادي التطفي كم واحد فينا بيفكر في حاجات كم بيعملها ودلوقتي ما بقاش يعملها مع الرب كم واحد فينا آخر قاعدة حلوة آخر قاعدة دسمة آخر قاعدة جميلة فيها فرح آخر قاعدة فيها باب مقفول ودموع بتنزل وشكر ربنا وتذكر إحسانات الرب كانت من زمان قوي إحنا دلوقتي بنحضر خدمات وبندرس في كليات مش فاضلين نعمل ده محتاج يقول يا رب النهاردة رد لي يا رب هذه البهجة يا رب يا رب رد لينا بهجة الخلاص الجميلة رد لينا الأيام الجميلة اللي انت يا رب عملتها نشكر الله لأنه النعمة تجلت في شخص الرب يسوع المسيح النعمة والحق بيسوع المسيح صراه المسيح اللي الكتاب ما يقولش منه عنه إنه بعيد عننا وما يقولش عنه إنه قريض مننا لكن يقول عنه إنه ساكن فينا يحل المسيح بالإمام في قلوبنا كما أن قدراته الإلهية قد وهبت لينا كل ما هو للحياة والطقوة شعب ربنا في طريقتين نبص ليهم لنصوص دي الكتابية وأنا باختم معيكم في طريقة نشوف فيها داود مفيش زيه فنقول وانا جي فينا نجم بداود أنا معرفش عمل ده نبي أنا معرفش عمل كده وداود في الحقيقة بعيد عننا يعني داود مش ساكن في قلبي فأنا معرفش ما يقدرش يديني قوة ولا يديني دفعة ما قدرش أقوله يا داود أعني بس في طريقة تانية إنه إحنا نشوف داود نفسه وهو بيعلن إنه هو مش بطل القصة داود مش بطل قصة رجوعه الله هو بطل قصة رجوعه وعارفين مين الله ده فكل حد بعيد، كل حد عايز استرداد النهارده، انت مش هتتعب انك تدور على الواحد بره، ده أقرب حد لينا، ده أقرب حد لينا، احنا محتاجين نتكلمه ونقوله رب رد لي بهجت خلاصك مرة تانية، متعني بالنعمة، خليني يا رب أشعر بالنعمة، خليني يا رب أشعر بإحسانيتك حسب كسرة رقفتك يا رب، خليني أشعر برحمتك ورقفتك مرة تانية، تيجي في دقيقة بسيطة نقف نصلي مع بعض، واحنا بنقوله حاجتين، لو انت قريب، لو انت مش بعيد، ممكن يكون فينا ناس مش بعيدة، لو انت قريب اشكر ربنا على نعمته، وانت واقف بتصلي افتكر ان في حاجة عظيمة حصلت لك، حقيقة فيه معجزة غير عادية حصلت في حياتك، انت كنت ميت والرب أقامك، انت كنت ميت أنتنت أكثر من العاذر، ليس من يطلب، ليس من يفهم، ليس من يعمل صلاحاً، حنجرتنا كانت قبور مفتوحة، سم الأصلال كانت فيه أفوهنا، يا رب شكراً على العمل النعمة، يا رب شكراً على العمل النعمة، كنستك، واقفة بتشكرك، بتقولك يا بابا شكراً على ربنا يسوع المسيح الذي خلصنا، يا رب اللي فينا يكسب في شغله ألف ولا ألفين بيقعد أسبوعين يشكرك، اللي فينا يا رب بيخف من مشكلة ولا جراحة بيقعد يا رب سنين يشكرك، يا رب لينا النهاردة ليك حق عندنا اننا نقف نقولك، أي شكر يا حبيبي يوفي ديني، أي شكر يا رب لأجل صلاحك، ولو فينا أي حد وأنا أولكم بكل أمانة، لو فينا ناس رب بيخفط على كتفها كده النهاردة وبيهمس في إذنها وبيقوله، فين المحبة الأولى، فينك، ها فينك، فينك، بقالنا كتير، فينك، قوله يا رب رد لي، يا اللي قريب مني ويا اللي بتحبني، يا اللي ساكن في قلبي، يا اللي بتديني القدرة، يا اللي نعمتك تعلمنا أن ننكر الفجور مع الشهوات، إله كل نعمة يا شعب المسيح، إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي بعدما تألمتم يسيرا، هذا الإله إله كل نعمة هو يقدسكم، هو يكملكم، هو ينميكم، إله كل نعمة يرد نفسنا يا رب من فضلك، اجعل من برنا دايما يمجد شخصك، اجعل عظاتنا دايما تظهر المسيح بطل القصة، اجعل يا رب دايما كلامنا وقلبنا وتسبحنا وصلواتنا وتأملاتنا وعظاتنا، تشاور على شخص واحد، مش عايزين يشوف داود، مش عايزين يشوف واعز، مش عايزين يشوف يا رب قدراتنا ولا عضلاتنا، ليتمجد اسمك يا رب القدوس، اسمعوا كلمات الرب يا شعب ربنا، اسمعوا النبوة دي، نبوة كتابية، بيقول فيها الرب لشعب، طوبة لمن لا يحسب له الرب خطي، يا بختك، يا بختك، يا بختك، يا رب احنا شعب بنقول يا بختك مش على أحسن عربية، ولا على أحسن شبكة جات، ولا على أحسن شقة على البحر، إحنا شعب عارفين إن يا بختك تتقال لأنه لا يحسب لنا الرب خطي، امتلكنا كل شيء في المسيح زي ما كنا بنرنم، إحنا شعب يقف مرفوع الراس ويقول طوبة لمن غفر اسمه، يا رب أعظم حاجة نقول لك النهاردة، طوبة لنا يا بختنا، وإنت بتصلي، أنا نفسي أقول كل واحد باسمه حقيقي، أنا نفسي أقول كل واحد واحدة باسمه، يا بختك قوي، يا بختك قوي، يا بختك، يا بختك، لو أنت حاسس الوقت اللي فات إنك مش يا بختك، إنك مش زي الناس، والناس أحسن منك في حاجات، يا بختك يا بختك لو جسدك أو جسدك بيتقلم الوقت اللي فات افرح بالرب لأنه يا بختك في حاجة أعظم من قلم الجسد لو عندنا ضوائق مادية لو عندنا احتياجات في حاجة أعظم من احتياجاتنا احنا شعب الرب اختاره احنا شعب الرب احبه احنا شعب الرب برره بالنعمة يا بختنا يا كنيسة لأجل خلاص الرب ويا بختنا بمنبر نقي إحنا محتاجين نشكر الرب على ده دلوقتي وإحنا بنختم يا بغتنا على منبر نقي كل حد بيقف عليه بداية من الأسيس وشيوخ الكنيسة الأفاضل كل مرة بيقف وبيفكرونا إن المجد للرب هو وحده إن القصة هو البطل فيها إنه أعظم شرف لنا إننا نكون موجودين حوالي في قصته يا رب بنحبك بنحب كلمتك بنحب كلامك وبنحب حقك وبنرجع المجد ليك دايما يا بابا ليك في يسوع المسيح رب كل المجد بالروح القدس آمين